صباح الخير، اليوم السبت 1-7-2023، اليوم بداية شهر تموز يوليو كيف رح تكون أبراجنا اليوم والأمر مازال موجود ببرج القوس الناري بس بخلال ساعات النهار ما بيعمل ولا اتصال مع ولا كوكب مشان هيك ممكن معظم الأبراج تشعر بنوع من الكسل أو التراخي خلال ساعات النهار بس المساء بيكون في طالع كتير حلو بين الأمر والزهرة بيدعم الأمور العاطفية والأمور النفسية منبلش مع برج الحمل اللي بتدعمه الكواكب اليوم مع انطلاقة جديدة وبيكون الوقت مناسب لإله لحتى يعبر عن الشيء اللي بيفكر فيه وبيخطط فيه اليوم بتلاقي انسجام وتفاهم من الآخرين وبيكون نشاطك الاجتماعي كتير إيجابي برج الثور اليوم عم تحاول تكسب الآخرين لصفك وعم تحاول تستفيد من فرص جديدة لحتى تعود عن الشيء اللي فقدته بالأيام الماضية ورح تنجح بهذا الشيء عاطفياً توقع يكون فيه نوع من المصالحة أو التفاهم خلال ساعات المساء برج الجوزاء بتضطر تاخد قرار حاسم قبل ما تستكمل نشاطاتك الأتيادية الفلك بيقلك انه اليوم ممكن تكون فيه عندك مغامرة أو رحلة جديدة أو يمكن تكون اللقاءات الاجتماعية مكسفة وكتير عاطفياً عم تميل للشراكة العاطفية والمهنية بنفس الوقت برج السرطان بعض الالتزامات والأعمال الإضافية بتسيطر على نهارك حاول انك تتجنب اليوم المشاحنات والانتقادات يلي ما راح تجيب لك نتائج جيدة اليوم فيه عندك فرصة جيدة جداً على الصعيد المالي برج الأسد نهارك جيد اليوم عم تنجح بمساعيك بتقريب وجهات النظر وعم تكون إيجابي أكتر بالتفاعل مع الناس والأصدقاء من حولك عاطفياً بتكسر الروتين وبنزيل سوء التفاهم مع الشريك برج العذراء بعض المهمات والأعمال الضرورية عم تحاصرك اليوم وعلى الأغلب هذا الشي عم يكون بالمجال العائلي يليك عم يكون ضاغط أكتر شي فبتضطر لبزل جهود إضافية وأنك تقدم مساعدتك لأحد أفراد العائلة أو لحدة كتير مؤرب منك برج الميزان تتواصل مع الناس اللي بععت عنهم لفترة وبيكون هذا النهار ناجح جداً على الصعيد الاجتماعي وكمان إذا في مجال دراسي أو ثقافي راح تنجح في اليوم بتهتم بتعلم شي جديد وبيكون من الأفضل إليك أنك تستفيد من هذا الوقت لحتى تنمي مواهبك أو تنمي أعمالك برج العقرب في حظ جيد اليوم على الصعيد المالي والمهني ممكن تعيش بعض التقلبات والتغييرات المتسارعة بها المجالين بس بالنهاية راح تكون النتيجة لصالحك برج القوس اليوم في طاقة إيجابية فلكية اليوم بيرجع لك التفاؤل والمرح وبتلاقي الأمور أو بتشوف الأمور من منظور مختلف وخاصة إذا كنت عم تحاول تحل مشاكل قديمة ممكن تتاح لإلك فرصة للسفر أو لتعديل كبير بحياتك الشخصية برج الجدي ما كتير تفوت بتفاصيل الآخرين وحاول أنك تهتم بأمورك الخاصة أنت اليوم حابب تقدم المساعدة والنصيحة بس هذا الشيء ممكن ينفهم أنك عم تتدخل بشيء ما بيخصك وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض الخلافات برج الدلو يوم اجتماعي واعد بيوعدك في الفلاك وبتنجح اليوم بإزالة الخلافات وسوء التفاهم كمان أنت عم تشوف الأمور بوضوح أكبر وهذا الشيء بيساعدك لحتى تاخد القرار السليم برج الحوت خفف شوي من بعض الانفعالات وما تحكي وما تنتقد خاصة إذا كنت معصب أو منفعل هذا النهار ما ننهار سيء ولكنه بيحملك بعض الأعمال والمسؤوليات الإضافية عاطفياً كمان اليوم في عندك شيء مثل امتحان لقدرتك على التحمل والصبر مولود اليوم بينجزب لكل شيء حلو وكل شيء ملون يحب المفن والمجالات الفنية وبيحاول دائماً ضيف لمسات مميزة على مشاريع الشخصية أو حتى كمان على مشاريع الآخرين ترجمة نانسي قنقر